يبدأ بالطواف ويكون على طهارة يكون على طهارة فإن جمهور العلم يشتريطون لصحة الطواف الطهارة فعن عائشة رضي الله عنها أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء بدأ به حين قد يمكت أنه توضأ ثم طاف بالبيت حديث متفق عليه قال الإمام النووي رحمه الله فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله ثم قال صلى الله وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد أجمعت إلى إمة على أنه يشرع الوضوء للطواف ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور هو شرط لصحة الطواف واحتجوا بهذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يختضيان أن الوضوء واجب لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك فقد أمرنا بأخذ المناسك انتهى كلام الإمام النوبي رحمه الله تعالى